اشتركوا في القناة اجلسوا جلسة صحيحة اضعوا يدي على الطاولة انظروا الى المعلم استمعوا اليه جيدا انصطوا للمعلم في ادب استأذنوا عند اداء اي عمل ارفعوا يدي قبل ان اتكلم انتظروا دوري واحترموا الاخرين ابناء الطلاب هيا بنا نبدأ الدرس في البداية اهداف الدرس ان يقرأ الطالب النص قراءة جهرية معبرة عن المعنى بشكل صحيح ان يحدد المعنى العام في النص بشكل صحيح الله بالاعزاء فلنتأمل هذه الصورة ماذا تشاهدون ماذا يفعل راشد في الصورة احسنتم انه يجلس على الحاسوب ماذا يفعل يلعب العابا الالكترونية كم ساعة تقضيها ايها الطالب النجيب عند اللعب بالاجهزة الالكترونية احسنتم ساعة واحدة تكفي كيف تؤثر الاجهزة الالكترونية في صحتك نعم تؤثر في ماذا في صحتنا في انتباهنا في ادراكنا انظروا الى هذه الصورة عند الجلوس مدة طويلة ماذا نرى ستؤثر على ظهرنا احسنتم كيف تؤثر الاجهزة الالكترونية في علاقتك مع افراد اسرتك مع ابيك مع امك مع اخيك كيف تؤثر احسنتم تقلل من التواصل مع افراد الاسرة نعم وهذا لا نحبه طلابي الاعزاء والان طلابنا الاعزاء هيا بنا نبدأ الدرس قبل ان نبدأ الدرس علينا ان نطلع على معايير القراءة الجهرية ما هي وضوح الصوت ومخارج الحروف توظيف علامات الترقيم التعبير عن المعنى هيا بنا طلابنا الاعزاء افتح مصدر التعلم الصفحة الثانية والخمسين من الكتاب درس عيناك امانة راشد يحب اللعب بجهازه المحمول يسرع في انهاء واجباته المدرسية ولا يستمع لنصائح والديه باللعب في اوقات محددة لاحظت والدة راشد احمرار عينيه فاخده والده والده الى طبيب العيون فحص الطبيب عينيه راشد وقدم له العلاج المناسب وقال البصر نعمة من نعم الله تعالى والعينان جوهرتان علينا ان نحافظ عليهما كتب الطبيب ارشادات لسلامة العينين وقال عيناك امانة يا راشد علق هذه الارشادات في غرفتك لتتذكرها باستمرار قال راشد اشكرك واعدك ان احافظ على سلامة عينيه طلابنا الاعزاء ما الارشادات التي كتبها طبيب العيون اولا تخفيف سطوع شاشة الجهاز تقليل عدد ساعات استخدام الجهاز الجلوس بعيدا عن شاشة الجهاز والان طلابنا الاعزاء هيا نحدد المعنى العام للنص في البداية قبل ان نحدد المعنى العام علينا اصدقائي ان نقوم بالاجابة عن هذه الاسئلة ما عنوان النص هيا احسنتم عنوان النص عيناك امانة السؤال الثاني ما الموضوع الذي يغبرنا به النص اما يغبرنا النص عما يتحدث المحافظة على العينين احسنتم برك الله فيكم عما يتحدث النص تحدث عن ماذا احسنتم يتحدث النص عن كيفية الحفاظ على العينين طلاب الاعزاء بعد الاجابة على هذه الاسئلة نستطيع ان نحدد المعنى العام اذا ما المعنى العام طلاب الاعزاء احسنتم المعنى العام للنص ارشادات المحافظة على العينين بارك الله فيكم طلاب الاعزاء والان هيا الى هذا التدريب طلاب الاعزاء قدم الطبيب عددا من الارشادات لراشد ومنها هل تخفيف سطوع شاشة الجهاز زيادة ساعات استخدام الجهاز الجلوس تقريبا من شاشة الجهاز فكروا احسنتم ماذا تخفيف سطوع شاشة الجهاز ما معنى كلمة سطوع احسنتم اضاءة بارك الله فيكم السؤال الثاني تعلمت من نص عيناك امانة ماذا تعلمت ان البصرة نعمة اتباع تعليمات الطبيب جميع ما ذكر هيا فكروا احسنتم جميع ما ذكر بارك الله فيكم والان طلاب الاعزاء هيا نتذكر ما المعنى العام الذي حددناه من قبل حتى نتذكر هذا المعنى علينا اللعب بهذه اللعبة ما المعنى العام لدرس عيناك امانة هيا اختر هل اقول الاجهزة الالكترونية الدرس يتحدث عن الاجهزة الالكترونية العاب الاطفال المحافظة على العينين هيا نرى طارت البالون الاولى احسنتم انها المحافظة على العينين بارك الله فيكم عيوننا جميلة فحافظوا عليها كما الطبيب قال نرى بها الاشياء في الصبح والمساء الى هنا طلابين الاعزاء قد انتهينا من الجزء الاول من درس عيناك امانة اشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة